قال عليه الصلاة وأفضل السلام من كان له وجهان كان له يوم القيام لسانان من نار لسانان من نرجع النم كما كان لك البعيد الأبعد في الدنيا وجهان تأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ضعيت مرة عالما مشهورا في قومي وجمعتي يذكر عالم آخر ونحن في حضرة عالم ثالث فاضل فذكر هذا العالم الغائب فقال نعم هو له سذوذات أنا شعر بدني قلت له يا دكتور اتق الله لا يقال هذا في عالم غير موجود قل له اجتهادات قد نخالفه فيها لكن لا تقل له سذوذات وتهتك عرضه قال أنا لا أقصد قلت هذا هو وهذا العالم لم يكن حاضرا لكن كانت هذا الموقف من رجل ينتمي إلى العلم تمارس الوجهن والكذب وقدر الله بعد أي سنة أقل بكثير أو أقل بقليل عفوا أو أزيط بقليل أنجم عن الله بهذا العالم الذي ذببت عن عرضه وكان في المجلس الذي اتهمه بشذوذات والله كان أكثر الناس خضوعا وبخوعا يعني عيب أحكي الكلام هذا هكذا أستاذنا مولانا شيخنا علامتنا يقول له قلت ما شاء الله قبل سنة شذوذات ما في صدق